اشتركوا في القناة مع ميسي إلى جانب لاعب الوسط مارتين سوبيميندي من ريال سويسيدات وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ضمان برشلونة تحقيق لقب الدور الإسباني تقريبا فول برشلونة انتباهه نحو فترة الانتقالات الصيفية وجعلوا ميسي وسوبيميندي أهم أهدافهم وهم مستعدون لعمل كل مرات وسعهم هذا الصيف من أجل التعاقد معهما يعتقد أيضا هيرناندس أن عودة ميسي ستعزز هجوم فريقه الموسط المقبل قصة أنه استعاد مستواه بعد عام دون المستوى الأول في باريس حيث سجل الأرجنتيني 20 هدفا وصنع 19 هدفا في 37 مبارأة وينتهي عقد ميسي مع الفريق الفرنسي هذا الصيف وقد زعمت التقارير الأخيرة أن المهاجم سيغادر هذا الصيف في صفقة انتقال مجانية لكن ميسي لديه أيضا عروض من الهلال وانترمير لكنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن مستقبله وكان خرخ ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد نفى مؤخرا اتفاقه مع أي نادي خلال الفترة الجارية للرد رسميا على التقارير التي أشارت لاضطرابه من الانتقال للدوري السعودية وجاء بيان خرخ ميسي كالتالي لا يوجد أي اتفاق على الإطلاق من أي ناد للعام المقبل لن يتم اتخاذ القرار أبدا قبل أن ينهي ليونيل مسابقة الدوري مع باريس سان جرمان بمجرد انتهاء الموسم وسيأتي الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود ثم اتخاذ القرار نجح ميسي أيضا في موسمين مع النادي الفرنسي في التتويج بلقبي الدوري والسوبر المحلية بعدما خاد 71 مباراة حتى الآن شهدت تسجيله 31 هدفا وصناعة 34 آخرين وتلقي انذار وحيد باريس سان جرمان ولم يحصل على أي بطاقة حمراء وخلال مشوار ميسي مع باريس سان جرمان خسر النجم المتوج بكأس العالم الأخير في قطر بطولة كأس فرنسا في الموسمين الماضيين والحالي بجانب الفروج المبكر من دوري أبطال أوروبا مشاهدين الكرام متواصلون معكم في تقطع إخباري على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا على المتابعة وإلى الرقاء